اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالنسبة للرجال نفس الشيء لأن الرجال بهذا الوقت صاروا لازمون اهتمام بشكلهم لأننا صارنا بزمن يعتمد على الصورة وبالتالي في الشكل صار شيء مهم وبالتالي فرجال كذلك لهم حصة من هذا المجال إن كان من شعر أو بشرة أو أضافر أو مساج صراحة لأن أولا شيء من طلب الرجل لأنه كنا عنا بصالون لنساء وكانوا رجال يتصلون بنا ويقولون أنه واش تدروا مثلا فيك للرجل مثلا سوان فيزاج للرجل أو شيء هذا أول شيء يعني شيء نحن كما قلت بعصر الصورة وعصر السوشيال ميديا يعني 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 مواقع التواصل الاجتماعي وكل هالأشياء خلت الرجل كذلك يتجه إلى الاهتمام بنفسه فالصورة اليوم هي أصبحت شيء مهم الجمال نحن ورتينه من المغرب يعني من أرض الطيبة اللي هي المغرب واللي عم تعث يعني يعطتنا تمرة مثل تمرة أرغان فنحن هذي ورتينه من الأرض والجمال المرأة المغربية يعني هي بطبع مرأة ذكية فتعرف كيف يعني أول شيء توفق بين جماله وبين شغله صراحة هو كل شيء يستحق العناية إن كان من شعر أو بشرة أو أظافر فاليد كذلك تظهر تبرز جمال المرأة كذلك فالاهتمام لازم أن يكون بشكل كامل وباللبس كمان يعني فاهتمام المرأة يجب أن يكون بشكل كامل بس يعني تعرف كيف أو توزع وقت لكل شيء على حدة الشعر نصف جمال المرأة شعرها فالجمال بدون شعر يعني فلذلك يعني يجب على المرأة أن تعتني بشعرها بعمل مسكات بشامبونات جيدة ويجب أن تختار يعني ناس ذو خبرة أنه في الآن كثرة البروداكت وكثرة الأشياء يجب أن تحصل الاختيار هذا أول شيء ثاني شيء كذلك البشرة نفس الشيء أن تختار أشياء جيدة لبشرتها وحسب بشرتها وأضافر كما لازم تعتني فيهم وكل هذه الأشياء أنا أقول يجب أن تكون مع أغذية متوازنة لأن الغذاء المتوازن كذلك يعني ينعكس على الشعر وعلى البشرة صراحة أكيد كل ما هو طبيعي فهو جيد وجميل ولكن يعني يجب أن تحصل الاختيار نحن الآن نحن في عصر يعني يعني وصلنا العلم وصل إلى درجات كبيرة من التقدم لذلك على المرأة أن تختار أشياء فيها أشياء بالسوق جيدة وجميلة يعني جاهزة خالصة بدل ما أن تتجه إلى أشياء مثلا طبيعية تكون فيها مواد مدرة كيف أنه تعطي نتائج عكسية لأن مش أي شي طبيعي ممكن أن يعطي نتيجة جيدة كيف يعني هو حصل الاختيار دائما ويكون عندك ثقافة ودراية بالشيء الذي يجب أن تعمل ألوان 2019 لمكياج 2019 هي الألوان لصيف 2019 ألوان الترابية والألوان النحاسية يعني الألوان الهادية فالألوان الصارخة يعني الآن مش مستحبة وكذلك السموكي الخفيف فهو لهالسنة هو يعني نازل وكذلك الآيلينر الآيلينر الجرافيك بألوان مختلفة كذلك نازل هذه السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر